رئيس وزراء الكيان يعلن بدء حرب يوم القيامة ويتوعد بشن حرب شعواء لصحق الجميع ومسؤول عسكري امريكا يعلن عجز الكيان علشان ضربة استباقية على برنامج ايران النووي والجيش المصري يكشف عن صور التدريبات لقوات الدفاع الجو المصرية لاسقاط مقاتلات شبح F-35 ادير وصور للتدريب العسكري على التعامل مع الدبابات مركافة اربعة داخل الاكاديميات العسكرية المصرية تعالوا بنا نعرف التفاصيل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وزيد وابارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين النهاردة طلع رئيس وزراء الكيان ان نتنياهو طلب تغيير اسم العملية العسكرية التي تجرى من عام كامل في غزة من اسم السيوف الحديدية الى اسم حرب يوم القيامة وقال نتنياهو انه بياخد حرب حقيقية مش حرب او عملية عسكرية او جوالات قتالية منفردة انما حرب شعواء حرب شاملة لان نشهد العدو لها مثلا وقال انه هينتصر فيها طبعا احنا كناس عارفين قادر من المعلومات العسكرية او لما بنسمع كلمة حرب يوم القيامة بنعرف يا جماعني ده مصطلع عسكري شهير جدا بيتم اطلاقه بس على الحرب النووية او الحرب الشاملة اللي بيستعمل فيها جميع وسائل الحرب العسكرية بما فيها الوسائل والقدرات النووية لضمان احراز النصر العسكري الشامل على قوى العدو السؤال دلوقتي هل تغيير اسم العملية العسكرية وتحولها من السيوف الحديدية الى حرب يوم القيامة هل له دلالة عن نواية جيش الاحتلال او جيش الكيان لاستعمال اسلحة نووية كل شي محتمل مع نتنياهو والعملية كده رجالة بتخرج من قناة ايدولوجيات سياسية الى الايدولوجية الدينية المسألة دلوقتي بيت اكبر من رغبة نتنياهو في احراز نصر عسكري صاحق لضمان بقاو على رأس السلطة فيه الكيان الموضوع دلوقتي اكبر من اي مكاسب سياسي على الاطلاق احنا بنخش او بندخل في مصار خطير جدا ما شفناهوش قبل كده الكيان دلوقتي بيستغل عملية 7 اكتوبر لشن الحرب التالمودية الشعواء لبناء دولة الكيان القبرى وهدم الاقصى واخضاع المنطقة بالاسلحة النووية الكلام ده جماعة قلتوا قبل كده من فترة طويلة مع ظهور البقارات الحمراء على ايد وزير الامن القومي بن غفير وسعود الحزب الديني بقيادة وزير المالية سموت ريتش واللي بيقود الكيان دلوقتي وبيدفع المنطقة كلها لحرب نووية طاحنة حرب غزة وحرب لبنان مش سياسية ومش حرب عسكرية على اي مقياس عسكري انما حرب غزة شررت اشعال حرب النهاية وتنفيذ المخطط التالمودي من شان حرب طاحنة على 7 جبهات وقيام دولة الكيان القبرى على انقاض الشرق الاوسط وده جماعي دخلنا في النقطة التانية اللي كشفت عنا مصري من 4 ايام بالضبط الجيش المصري من 4 ايام كشف داخل الاكاديميات العسكرية المصرية عن صور للتدريب على اسقاط مقاتلات شبح F-35 ادير داخل كلية الدفاع الجو المصرية وكشفت مصر عن صور جديدة للتدريب على تدمير دبابات مركافة اربعة داخل كلية الحربية وده جماعي رسائل مواجهة للداخل المصري لطمئنة الشارع المصري ان جيش مصري مستعد واجهز دايما وكمان رسائل مواجهة للخارج لحكومة الكيان نص الرسالة بتقول لمو نفسكم بلاش تلعبوا بالنار في جيوش قوية جدا في المنطقة تستطيع ردع وباتر ازرع الكيان يعني بخلاف الجيش المصري في جيوش قوية جدا زي الجيش الجزائري الجيش السعودي الجيش الاردوني الجيش السوري اللي عنده ترسانة محترمة جدا من الصواريخ وكمان الجيش العراقي اللي بيبني نفسه دلوقتي من تاني والجيش المغربي المسلح بنظام تسليح متطور جدا وفيه كمان الجيش الاماراتي وكمان الجيش الايراني قوي جدا اللي لو اختلفت معاه سياسيا نوعا ما مقدرش انكر قوة الجيش الايراني بالتالي يا جماعة المنطقة دلوقتي فيها جيوش قوية جدا تستطيع وضع كلمة النهاية امام دولة الكيان الكيان بيحاول دلوقتي يتأمر على المنطقة وبيحاول يفرض حدوده الجديدة على دول المنطقة تفرض السيطرة الكاملة على 300 كم مربع مساحة غزة فزي انت متصور وبتعتقد بشكل سازج انك ممكن تحتلي مليئين الكيلومترات من اراضي العرب عشان تبني دولتك الجديدة عليها قال تعالى ويمقرون ويمقروا الله والله خيروا الماكرين وقال تعالى كلما اوقادوا نارا للحرب اطفاءها الله نسأل الله السلامة لنا وللعالم جميعا مسؤول عسكري امريكي قال نفس الكلام اللي قلته في فيديو الظهر ان الكيان لا يملك قدرات عسكرية منفردة لتوجيه ضربة عسكرية استباقية لبرنامج ايران النووي وقال ان المسألة شديدة للتعقيد وتحتاج الى قدرات جوية عظمة لا تتواجد سوى في امريكا ولا تملكها دولة الكيان وده جمع كلام منطقي تماما برنامج ايران النووي كبير جدا ومتوزع بشكل محترف في الجبال والمدن والمواقع العسكرية ومتوزع على مسافات كبيرة جدا في العمق الايراني وعشان تواجه ضربة عسكرية استباقية لبرنامج ايران النووي محتقى زفات استراتيجية سقيلة بقنابل تئيلة واسلحة بعيدة المدى وقدرات عسكرية للرصد والتحزير من الهجمات المضادة الايرانية وده جمع امكانات عسكرية لا تملكها دولة الكيان اللي بتروح تهاجم اليمن بالعافية وتروح تضرب الحديدة وهي بتشحر وسحب وراء طيارات صهاريج ناقل الوقود عشان ما عندياش قدرات ضرب وقاطع مسافات طويلة واتكلمت بالتفصيل عن عيوب مقاتلات F-35 الشبح انها لا تصلح لتوجيه هجمات بعيدة المدى على اي مكان بالتالي جيش الكيان بيحاول دلوقتي يرسم نفسه دولة عظمة تقدر تشن هجمات على اي مكان في الشرق الاوسط لو حصل هجوم على ايران هيكون بمساعدة امريكا غير كده الكيان مش يقدر يحارب لوحده ويدرب لوحده برنامج ايران النووي المحصن والمحمي بشكل محترم جدا ايران من الدول التقيلة في مجال الدفاع الجوي والفترة الاخيرة استقبلت ايران انظمة حرب الكترونية روسية متطورة جدا اتكلمت عنها قبل كده في حلقات سابقة وهي منظمة مورمانسكا الروسية اللي نزلت ايران بطائرة روسية للنقل العسكري اليوشن 124 وفيه كمان اسلحة روسية سرية تانية جات من روسيا لايران فواضع ايران العسكري دلوقتي محترم جدا ومسألة ان ايران تشن ضربة بالصواريخ على الكيان واختلافي مع الناس كتير في فعالية الضربة ده جماعة بيرجع الى رغبة ايران في عدم الدخول في حرب شاملة يعني هدف سياسي بحث بمنع الحرب مش بهدف ان ايران متحلفة مع الكيان وان ايران صديقة للكيان في الخفاء انما اختلاف هو تضرب المصالح العسكرية والسياسية مصالح ايران بتقول دلوقتي مش عايزين حرب شاملة لكن في نفس الوقتي ايران شنت ضربة صاروخية للتحذير وده جماعة اللي صنع الخلاف الكبير مع عدد من متابع القناة للاسف رجالة انا شفت كمية تعليقات حاجة تخض انت غيرت المبادئك انت اتبعت بكم دولار هم اشتروك بكم حاجات غريبة جدا تخيل كده تعمل فيديو واحد بس تختلف فيه مع ناس متابعك من خمس سنين وصاد الاف الفيديوهات اللي عجبت الناس فالفيديو الواحد ده اللي حصل فيه الخلاف الكبير يمسح تاريخ كامل من الشرف الاعلامي يتقالك انت فقط مصدقيتك انت متواطئ انت خين ايه يا جماعة ليه بتكبروا المسائل كده المسألة خلاف في وجهات النظر انا شايف انها ضربة تحذيرية اتقلل فيها حجم الرؤوس الحربية للصواريخ الباليستية لمنع اندلاح حرب شاملة غيري شايف انها ضربة حقيقية بكامل القوة التسليحية للصواريخ ماشي كل واحد حر في رأيه ليه يا جماعة نص على الخلاف ليه ان هدي تاريخ بقاله خمس سنين بنحترم في بعض بنصق في بعض بنسمع لبعض لمقرأة فيديو واحد من بين الاف الفيديوهات اللي عملتها على القنوات التانية والقناة دي ارجو اننا نعدي الفيديو دوت وتفهمه كويس جدا وجهة نظري اللي هي ان ايران مش عايز حرب شاملة وعشان كده شانت ضربة تحذيرية بأسلحة مخفضة القدرات بسبب ان مصلحة ايران في الوقت الحالي مش عايز حرب شاملة بالتالي الخلاف مقبول انما نعلق لبعض المشانق ونتهم بعض بالخيانة وفقدان المصداقية والثقة وانت تبعت بكام وانت محدش متابعك او محدش بيتابعك عشان بتقول كلام فارغ انا لو بقول كلام فارغ كانت قنواتي جابت ملايين المشاهدات لكن هم عارفين كويس جدا انا بقول ايه الكلام ده يا جماعي زعل جدا لدرجة انه واحد لسه من شوية ايلي انت بتقول كلام فارغ وروح وشرب سحلب معليش يعني كلمة سحلب دي بتاعتنا وما تصورش انها تتقلي في يوم من الايام دلوقتي يا رجالة انا خسرت 3 قنوات قبل كده عشان بدافع عن فصائل المقاومة يبقى في النهاية يتقلي الكلام دوت وغير يمسك العصاية من النص ويبتدوله تعظيم سلام بجد عيب اوي الكلام دوت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعم القناة لايك وشيو وسبسكراب للقناة اشوفكم الفيديو جاء ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته